السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم فيديو جديد من اكسباند كارت النهاردة هنتكلم برضو عن حاجة بتوصلنا عنها اسئلة كتير جدا جدا من الاخوة الافاضل اللي بيعملوا الحسابات التجربية في اكسباند كارت ومن الاخوة المهتمين بشكل عام بالتجارة الالكترونية وهو ازاي اظهر في جوجل او انا اظهر في موقع جوجل امتى وفي البعض بيظن ان هو بمجرد ما بيفتح الموقع بتاعه ان المفتوض يظهر في جوجل الاول بس نعرف يعني ايه اظهر في جوجل وبرضو معلش هنعرف بشكل اساسي كده او نقصل ايه هو اصلا موقع جوجل موقع جوجل هو محرك بحث يعني ايه محرك بحث يعني هو موقع بيقوم بعمل داتا بيز او قاعدة بيانات ضخمة جدا عن جميع المواقع اللي بتنشأ في اي مكان في العالم وفي اي وقت وبشكل دائل فده معناه ايه ان موقع جوجل بيبحث بشكل آلي عن جميع المواقع وعن المحتوى اللي موجود فيها بيقراها عن طريق حاجة اسمها روبوتس طيب اللي بيحصل ايه برده عشان نفهم الفكرة بتاعت جوجل جوجل ايه هدفه هدفه ان انت لما تيجي تبحث عن شيء يجيب لك نتائج اللي انت عايزه يعني وده احنا بنلاحظه كتير احنا لما بنكتب حاجة في جوجل بنوصل احنا عايزينه بالزبط ده بيتم ازاي ان جوجل بقى محترف البرامج اللي اللي طورتها شركة جوجل بقت محترفة فبقت بتقدر تعرف وتحدد بالزبط ايه هي الحاجة اللي انت بتدور عليها ويتجيبها لك ده معناه ايه؟ معناها انها بتبحث في المحتوى بشكل آآ جيد ومفصل طيب نبسط الموضوع شوية يعني ببساطة انت لو مثلا جيت كتب على موقع جوجل مثلا الجوال مثلا الايفون 7 على سبيل المثال فانت كده بتبحث عن الايفون 7 لو كتبت شراء ايفون 7 معناها انك بتدور علي انك تشتري ايفون 7 فلما تكتب شراء ايفون 7 او باي ايفون 7 او مثلا اسعار الايفون 7 هتلاقي نتائج البحث بتجيب لك الايفون 7 عشان تشتريه يعني بتجيب لك موقع او او اونلاين شوب متجر اليكتروني بيبيع الايفون 7 عشان تروح انت وتقدر تشتري لو انت كتبت ايفون 7 فهتجيب لك معلومات عن الايفون 7 والاصدار والمواصفات وحاجات من النوع ده طيب فدي اول حاجة ان هو نوعية المحتوى نفسه جوجل بيحددها من الكلمات اللي انت بتبحث عنها وفيه طبعا عامل تاني طيب دي الحاجة الاولى الحاجة التانية هي ان جوجل طبعا انت لما بتدار على اي حاجة بتلاحظ ان فيه موقع او صفحة معينة ظهرت في الاول وبعدين تحتها صفحة تانية وبعدين تحتها صفحة تالتة وبعدين بتلاقي في البحث عشر صفحات مفتوحين يعني عشر صفحات اساسية وصفحات اكتر كمال طب الترتيب ده بيجي على اساس ايه على اساس عوامل كتيرة تمام على اساس جوجل بيحدد ان الصفحة دي من الموقع الفلاني تظهر في الكلمة دي في النتيجة الاولى في الدولة الفلانية شوفتو ازاي ده انا كده ببسطها جد تمام طبعا الموضوع فيه حاجات اكتر من كده طيب دلوقتي ازاي بقى ايه هي العوامل المهمة العوامل دي كتير جد لكن ايه هي العوامل الاهم العوامل الاهم هي اول حاجة المحتوى نفسه بتاعك انه يكون مكتوب بشكل جيد يعني انت كاتب مثلا انت بتبيع ايفون فانت كاتب انوان كويس للمنتج دوت ايفون سيفن ومتوضح مثلا انه في السعودية ومتوضح الحاجات دي انت لو انت بيبيعه فانت بتستخدم متجر او سكريبت بتاع متجر الالكتروني احترافي مثلا عشان كده جوجل بيتعرف على طول على ان ده متجر الالكتروني فهيجيب لك الشخص اللي بدار يشتري غير لما تستخدم حاجة مش معمولة بشكل مظبوط فجوجل مش هيقدر يتعرف بسهولة على ان ده متجر الالكتروني فده جزء اللي هو ايه نسميه المحتوى وجودته تمام او ده جزء فيه حاجات تقنية شوية تمام بس انت لو بتستخدم مثلا اكسباند كارت على سبيل المثال فالجزء التقني ده متغطي بشكل كامل يعني تمام طيب بعد دوت بيجي يشوف جوجل ايه سمعت الصفحة دي سمعت الموقع تمام ودي حاجة بيسموها الـ عشان ما نعقدش الدنيا دي بيحددها جوجل عن طريق ايه كم الروابط اللي موجودة وبتتكلم عن الموقع بتاعك او الموقع او الصفحة دي يعني انت مثلا لو فيه عشر مدونات مذكور فيهم الموقع بتاعك بالرابط بالصفحة دي اللي فيها الـ تمام والصفحات دي لها شعبية نوعا ما في السعودية دي هتسهب بشكل كبير جدا في ان انت تظهر في النتيجة الاولى او النتائج الاولانية في البحث في جوجل فده عامل تمام العامل التاني وده العامل ده نقدر نسميه وهو الايه اللي بيسموه او عدد الروابط اللي موجودة عن لموقعك في مواقع اخرى بس مش اي مواقع يجب تكون مواقع كويسة يعني اوعى تشتري لما تلاقي عروض موجودة على مواقع زي خمسات وغيره يقول لك هعمل لك الف رابط والحاجات اللي زي كده دي الحاجات دي سيئة جدا ملاش اي شيء يعني غلط جدا جوجل مش جوجل زي ما قلنا البرامج بتاع جوجل بقت زكية جدا فانت لو انت اصلا فجأة بقى عندك مكانش عندك ولا لينك وفجأة بقى عندك الف جوجل هتعرف على طول ان ده مش صح وان دي مش حقيقية وبالتالي مش هتفيدك خالص في رانك بالعكس كمان دلوقتي جوجل ممكن تقلل رانك بتاعك عشان انت عملت كده فانت تدور على انك تنشر محتوى جيد عن موقعك في مدونات اخرى وده سهل عن طريق التواصل مع اصحاب المدونات مثلا تبعت لهم وفيه مثلا هنلاقي بقى في موقع خمسات خدمات تانية كويسة مثلا انك تشتري ان حد عنده موقع او مدونة وبيعرض انك ان هو يعمل لك رابط او اعلان او او يكتب عن صفحتك او موقعك او كده مقال فده طبعا بتكون كويسة جدا لو الرانك بتاع الموقع ده كويس طيب ده الحاجة التانية الحاجة التالتة هي السوشيال ميديا او مواقع التواصل الاجتماعي كل انت لما يكون عندك موقع اي موقع وحبب تنشره او مدجر الالكتروني وعايزو يزهر بشكل كويس في جوجل اهتم جدا بمواقع التواصل الاجتماعي يعني تعمل حسابات وصفحات على كل مواقع التواصل الاجتماعي اللي ليها شعبية في بلدك او وعليها شعبية عند الناس اللي انت بتستهدف ان هما يزوروا موقعك او مدجرك الالكتروني وتهتم بالصفحات دي جدا بانك تنشر فيها بشكل يومي وتنشر فيها محتوى جيد والمحتوى ده يكون جزء منه كبير مش كله خلي منه جزء كبير بيحتوى على روابط من موقعه وعدد الشيرز واللايك والكومنس اللي بتيجي على بوست فيها رابط لموقعك ده بيسام بشكل كبير جدا في تعليق الرهنج يعني قدر نعتبر كده ان كل ما يكون ليك روابط ده بجوجل بيعتبره تصويت على الرابط ده انه يظهر في الكلمة دي كل ما يكون فيه شيرز ولايكس وكومنس على بوست فيها رابط من موقعك كل ما ده بيكون تصويت اكتر ان جوجل يظهر الموقع بتاعك في النتيجة احد طيب احنا كده شرحنا الحاجات الرئاسية كل اللي احنا تكلمنا عنه ده عشان تظهر في الكلمات الدليلية فيه حتة برضو نقولها سريعا عشان دي برضو بيجي فيها اسئلة كتير انا دلوقتي عملت موقع الكتروني او متجر الكتروني لسه شاريت دومين حالا هل جوجل لما انا هاجي اكتب اسم الدومين من غير مش مش الدومين بشكل كامل يعني هكتب مثلا انا عملت موقع اسمه متجر مصر مثلا مثلا يعني تمام فالدومين متجرمصر دوت كوم مثلا على سبيل المساء هل بقى انا اول مشتري الدومين واجي اكتب جول متجر مصر حظر في جوجل لا مش هتصر طبعا جوجل بياخد وقت عشان يعمل اندكسن يعني يتعرف على ان الموقع ده بقى موجود اصلا عادة ان ده بيكون بضع بضع ايام يعني او ممكن يوصل الاسبوع او عشرة ايام وفيه رابط انا هحطه برضو تحت الفيديو انت لو انت لسه شاري الموقع بتاعك او الدومين تقدر تعمل تسجل الموقع في الرابط ده ده رابط خاص بجوجل عشان ممكن يساهم في تصريع عملية الاندكسن طيب جوجل اول ما اعرف ان الدومين ده موجود هيبتدي يقرأ المحتوى هيبتدي يتعرف على الموقع هيبتدي يشوف الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي كلها وعلى زلسة هتظر طبعا اكتر كلمة دليلية هتبع عندك فرصة كبيرة في الظهور فيها هي اسم الموقع بتاعك او الدومين نفسه لان المنافسة فيها بيكون ضعيفة لان ده اسمك انت اللي مختاره وده بيبقى اسمك لوحدك او اسم موقعك لوحدك فدي بيكون فيها يعني ده اول كلمة هترنك معك لو انت اسم الموقع مثلا متجر مصر مثلا فدي اول كلمة هترنك هتظهر بشكل كويس في جوجل وبعدين تبدأ الكلمات الدليلية واحدة واحدة بقى وتبدأ ايه تزاوي وده بيسموه اللي احنا شرحناه ده بيسموه الاس اي او احنا بسطناه جدا وكان في فيديو برضو موجود فيه تفصيل اكتر برضو حيول احطت الرابط بتاعه ممكن برضو تتابعه الخلاصة هي زي ما احنا قلنا الظهور في جوجل ما هو الشيء لحظي ما هو الشيء سهل جدا كده وبسيط لا هو واحد شيء محتاج بعض الشغل والعمل منك انت من صاحب الموقع من صاحب الماتجر الالكتروني لازم انت اللي تشتغل عليه وتستعين وتستشير المحترفين تستعين بينا طبعا في اكسباند كارت او اي شخص انت شايف ان هو محترف في المجال ده وتستعين به او تستشيره في ايه اللي المفروض تعمله وتعمله ازاي عشان تظهر بشكل افضل في جوجل فده جزء الاس او الحاجة بقى الاخيرة انا عايز اقولها لما تكون لسه بادئ ما تعتمدش على الاس او لانها بياخد وقت هي شيء قوي جدا وفعال جدا بس بياخد وقت انت مش هتقدر تعمل رانك قوي وتظهر بشكل كبير في جوجل الا بعد شهور في الغالب يعني صعب تحصل ده في ايام او في اسابيع لازم تبقى عارف دوت انت او اي حد الا لو شركة كبيرة فبقى عندها ريسورس كتيرة فتر تعمل حاجات كتير جدا لكن احنا بنكلم على الشركات الصغيرة او المتوسطة او الشخص بيبدأ عمل على الانترنت بشتقدر تعمل ده بشكل وقت فعشان كده اول ما تبدأ احصل على الترافيك من خلال المواقع التواصل الاجتماعي بالشكل الطبيعي بتاعه لما انت تعمل صفحات تتكلم كل اصدقائك ومعارفك وتعمل بوست كويس عشان تحصل على شيرز والاعلانات الممولة اللي على المواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا الفيسبوك انا دايما بنصح بالفيسبوك منصة الاعلانات الخاصة بالفيسبوك بقت رائع اكتر من رائع جميع الناس المتخصصة في المجال ده اه دلوقتي بقت من اللحظة ده وعرفها وبتستخدمها بشكل قوي جدا يعتقد تكون يعني اه من الافضل الان تمام هي وجوجل ادووردس طبعا فلما نبدأ نبدأ بالاعلانات دي وعلى فكرة الترافيك او اللي هتجي لك من الاعلانات دي هتساهم في تحسين اه ظهورك برضو في جوجل اه بالشكل الطبيعي ارجو ان احنا نكون اغطينا الموضوع ده بشكل كويس اه ولو في اي اسئلة اسألونا طبعا على طول في الكومنت متنساش لو الفيديو عجبك اعمل لايك وسبسكرايب للشانل وشير كمان عشان الكتير يستفيد وشكرا بشوفكم فيديو جديد من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته